فيلمنا النهاردة جاي من المستقبل واللي بيتم إرسال سفينة فضائية اسمها بورياليس واللي بتعدي الفضاء وبيكون الطاكم كل نين في كابسولات من الإزاز وده على شال السباية 4 سنين ويصحوا من نومهم وفجأة حصلت حاجة غريبة وفي حاجة خبطت السفينة وتسببت في ضرر كبير للسفينة وفي اللحظة دي بيصحى أندي من نومه وهو مصدوم وبيلاقي فيديو لعيلته اللي لسه على كوكب الأرض وفي اللحظة دي الزكاء الاصطناعي للسفينة بيحذرهم إن في اختراق حصل لجسم السفينة بسبب الخبطة وإنه حصل تسريب وإنه تم تفعيل وضع نظام الحماية وبيبدأ جهاز الحماية يبني بدلة خاصة الأندي واللي بيكون فيها جهاز للأكسجين وكمان جهاز اصطناعي خاص بي وبيتم تنشيط الإطلاق الطارق وبتتسحب كل الكابسولات اللي فيها مجموعة الطاكم من السفينة وبيطيروا براء السفينة واللي بتتحول الكابسولات دي كلها في حالة الطارق لمركبات فضائية صغيرة ومجموعة من الطاكم بيوصلوا بأمان بس الباقي منهم ولعت النار في كابسولاتهم وفي الوقت ده بيحصل انفجارات في السفينة كلها وبيكون أندي لسه البدلة بتاعته مخلصتش وقبل ما يخلص نظام الحماية بيسحبوا براء السفينة وبمجرد دخولهم الجو الكوكب قريب بتكون جاذبية الكوكب قوية وبدأت المركبات دي تقع كلها على الكوكب بسرعة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت لدرجة ان فيه مركبات اتفجرت قبل ما توصل اصلا وبيكون أندي لسه ما وصلش وبتتفتح في المركبة اجنحة بس بعدها بتتقصر الاجنحة وبيفقد السيطرة على المركبة وفجأة خبطت المركبة في جباله صخور وتقلبت ووقعت على الارض في وسط كوكب مجهول وبيغمي على أندي وبيشوفش رت زكرياته ماعلته وبعد شوية بيفوق وبيقوله الزكاة الاصطناع ان كان عنده نوبة قلبية بس أندي بيفصل الجهاز وبيبص من المركبة وبيحاول يعرف هو فين وبيلق نفسه على كوكب مهجور جرى بيشغل جهاز للتصال اللاسلكي بس ما حدش رد عليه وفجأة المركبة بتاعته بدأت تتحرك والزكاة الاصطناع بيشرح له انهم على كوكب غير مستقر وانهم لازم يخرج بسرعة وبيحاول أندي انه يفتح المركبة لكن ما بتتفتحش وبيشوف معدات النجال معايا فبيلق انه ما عندهش مسدس اشارة وده علشان هو ردته مش قائد وبيحاول انه يفتح الباب برجله لكن ما فيش فايدة فبيجرب اندي انه يكسر الازاز بتفاية الحريق وفعلا بيتكسر الازاز وبيحاول انه يخرج من المركبة وقبل ما يخرج بتتحرك المركبة وبتقع على جنبها وبيقع اندي جواها تاني وبيقطع الازاز بدلته وكمان بيخلص الاكسجين بتاعه بس الحسن الحظ عنده بخاخة اصلاح بيصلح بيها البدلة بسرعة وفي اللحظة دي بيحصل ماس كهرابي في المحرك وبيحصل حريق صغير في الكرسي وبيحاول اندي انه يخرج بسرعة وينقذ نفسه وبيمسك لعبة ابنه وبيقدر انه يخرج من المركبة وبيبص حواليه فبيلاقي السفينة بورياليس النار مولعة فيها وبتقع من السماء على الكوكب وبتتفجر وبسبب كوة الانفجار بتحصل هزة قوية في الكوكب وبسببها بيطير اندي وبيقع على الأرض وبيطلب من الزكاة الاصطناعي معلومات عن الكوكب اللي هم فيه وبيكتشف ان السفينة وصلت لنص الرحلة بس وانه هو في منطقة مجهولة ومش موجودة على الخريطة وفي اللحظة دي بيشوف دوق من بعيد فبيبدأ اندي انه يمشي في طريق الضوء وبيحاول انه يتواصل مع اي حد تاني عن طريق الجهاز اللسلكي بعد ما بيمشي شوية بيشوف نص السفينة بورياليس مولعة في نار وفي مركابة نجاة تانية قريبة فبيدخل علشان يشوف من اللي موجود جواها وكمان علشان يجيب تانكي الأكسجين وبيتصدم اول ما بيشوف جسد زميله في الطاكم وبيلاقي كمان التانكي مقصور وبيمشي من غير ملاحظ الدم اللي موجود فوق المركبة بعد شوية وقت بيلاقي كشفات طوارئ موجودة في المنطقة وبيكون حوالها رياح وهوى جامد وفي اللحظة دي بيكتشف ان اللي عمل ده زميله في الطاكم دوين واللي بيكون جمع المعدات وبيفكر كمان ياخد لحمة من الجسس ويكلها وبيتكلم مع أندي وبيقوله انه شايف سجل الملاحة قبل الحدثة وعرف ان الشركة اختصر الطريقة عبر حزام الكواكبات عشان توفر الوقود وده السبب في الحدثة واللي خلهم دلوقتي في منطقة مجهولة وبيحاول دوين ان يستخدم المعدات عشان يبعت رسالة استغاثة للمقار اللي في كوكب الأرض واللي هتوصل في 8 شهور وبيقولوا كمان انهما لما توصلهم الرسالة ويحاولوا ينكزوهم هيوصلوا لهم في حوالي سنتين وده طبعا في حالة انهم استخدموا السفينة السريعة وبيبدأ أندي يفقد الأمل بس دوين قال له خلي عندك أمل اننا هنعيش وهينكزونا وبيرجع أندي الورى وبالغالب بيفسل المعدات اللي موجودة فبيحاول دوين انه صلحها وفجأة ظهر مخلوق غريب وخاطف دوين من غير ما يسيب أي أسر وبيرجع عند تاني يلاقي نفسه لوحده بعد ما بعت رسالة للأرض وبياخد أندي مسدس دوين وبيحذروا الزكاة الاصطناعي عن مستوى الأكسجين بيقل فبيطلب أندي من الزكاة الاصطناعي ان يحدد له الطريق كله من بورياليس وبيبدأ يمشي هو بيحاول ان يتواصل مع أي حد على الجهاز اللي سلكي وفي الآخر بيوصل لما كان فاضي وما جهول وبيقول له الزكاة الاصطناعي ان النظام بدأ يشتغل بطريقة مش حلوة وبيفكر أندي فعلته هو بيصرخ من الغضب لغة ما سمع صوت على الجهاز اللي سلكي واللي بتكون واحدة من الطاكم اسمها نعومي بس بتكون الإشارة مش كويسة وبيروح أندي يقف مكان كويس عشان الإشارة لحد ما فعلا قدر انه يسمعها كويس وبتقول له نعومي انها محبوسة في مركبتها وان هي كانت بتحاول تدور على أي حد من الطاكم للسعيش لكن للأسف الناجين اللي موجديا هي وأندي ودوين وبتبعت لأندي موقعها بس الزكاة الاصطناعية بيحذروا ان المنطقة غير مستقرة وان ما عندوش أكسجين يكفيه لحد ما يوصل لها وفي اللحظة دي بيكون أندي متردد بس نعومي أقنعته انها عندها أكسجين هيكفيهم هما الاتنين لكم ساعة تاني وبيفضل أندي يمشي وهو بيتكلم مع نعومي وفجأة سمع أندي صوت غريب وطلب من الزكاة الاصطناعية انه يمشت ويفحص المنطقة بس بيقول له الزكاة الاصطناعية ان الميزة دي مش شغالة وبتسمع نعومي صوت برنامج الزكاة الاصطناعي فبتقوله ان الشركة صرفت فلوس كتير على البرنامج ده ومرضتش تصرف فلوس عشان توفر الحماية للطاكم والرحلة وبالليل بيكون لسا أندي ماشي وبتكون الخوزة بتاعته النور فيها ضعيف وعلشان كده بيحاول انه ياخد باله هو ماشي عشان يحافظ على حياته وبعد شوية بيلاقي ان الصخور بتتحرك تحت رجله وبيسمع صوت دوشة فبيتوتر وبيحس بالخوف فبيستكشف المكان حواليه ومش بيلاقي حاجة وفجأة بيبص على الارض فبيلاقي فتحات كتير موجودة في الارض فبيمشي لحد ما بيوصل لفتحة كبيرة وعليها خويت عنكبوت وبيعرف ان الفتحات دي أصر لأجدام مرعبة ومجهولة فبيخاف اندي وبيمشي بسرعة عشان يهرب من المكان وبيلاقي خويت العنكبوت موجودة في المنطقة كلها وفي اللحظة دي بيبدأ ينزل تلج من السماء وفي نفس اللحظة بيسمع أصوات شيء كبير بيجري في مكان قريب منه وبسرعة بيستخبى اندي وبيتفن نور من الخوزة بتاعته وفي اللحظة دي بتشوف نعومي على الجهاز التتبع بتاعها ان في أفراد من الطاقم بتاعها موجود في نفس المنطقة فبتحاول انها تتواصل معاهم لكن مفيش حد بيرد عليها وبيربط اندي أجهزة التتبع كلها ببعضها عن طريق الزكاة الاصطناعي علشان يقدر يتتبعهم وفي اللحظة دي بتقول له نعومي ان هم قدامه على طول لكن اندي بيقولها انه مش تايف اي حاجة وفجأة بتظهر الاشارة وبتنور المكان وفي اللحظة دي بيشوف اندي عنكبوت ضخم واللي بيكون كل افراد الطاقم كلهم بمعداتهم واجهزة التتبع ومسدسات الاشارة بتاعتهم وعشان كده بتنور الاشارات دي في جسم العنكبوت فبيصرق اندي وبيجرى بسرعة عشان يهرب من المكان وبيطردوا العنكبوت عشان يمسكوا وفي اللحظة دي بيقع اندي جوة حفرة كبيرة وبيبص الفوق وبيلاقي ان العنكبوت بيحاول يوصلوا فبيجرى اندي بسرعة والعنكبوت بيهاجموا وبيحاول انه يميدي ايده علشان يقتله بس الحسن الحظ انه بيقدر يهرب منه وبيقع من على جبل عالي والتلج اللي موجود في المكان بينقزه وبيحاول العنكبوت انه يوصلوا بس ما بيعرفش وبيكون اندي وبتحذر نعومي انه الاكسجين عنده بيقل بسبب ان البدلة بتاعته اتقطعت فبيصلح البدلة ببخاخ الرزاز وبيخلص منه البخاخ وفي اللحظة ده بيسمع صوت دوين في الجهاز اللاسلكي بيطلب منهم المساعدة وهو بيقاتل العناكب فبتقوله نعوم انه هو يروح يساعده وبيكون اندي مش عايز يحارب العناكب الوحشية وبنشوف ان جهاز التتبع بتاعه مش بيشتغل كويس ولكن بيغير رأيه لما نعوم بتقوله ان دوين مع اكسجين يكفي وبيجرى اندي عشان يدور عليه وبيشوف النور اللي بيعمله دوين عشان يعرف مكانه وبيمشي اندي وراهم عشان يعرف يلاقي دوين بسهولة وبعد وقت بيلاقيه لكن بيكون العنكبوت الوحشي هاجم على دوين وبيستخبى اندي وبيحاول انه يهرب لكن بيلاقي عنكبوت وحشي تاني جنبه وبتحول نعوم ان هي تكوي صوت وضوء الزكاة الاصطناعي وبتقدر ان هي تشتت انتباه العنكبوت الوحشي وبيهرب اندي من عند العنكبوت الوحشي وبيستخبى في مكان تاني وبتحاول نعوم انها تشتت انتباه العنكبوت الوحش الثاني اللي بيهجم على ضوين لكن بتشغل الدوء اللي عند أندي بالغل Wong لكن بتقدر انها تشغل الأضواء الموجودة في المكان كل بسرعة وبتقدر انها تشتت انتباه كل العناكب الوحشية وبيقدر أندو ان يهرب من المكان لكن بتشوفوا العناكب الوحشية وبتجروا غراه لكن مش بقدروا انهم يتحركوا لما بيدخل أندي مكان مليان دخان وبعدها بيطلب من نعوم ان هي تلاقي مكان آمن أكتر لكن مش بتقدر نعوم إن هي تدور بسبب إن هي خايفة ومش حاسة بأي حاجة وبيبدأ أندو نيغني لها علشان تيدو ما تحسش بالخوف وبيفضل ماشي لحد ما بيروح مكان مليان بكائنات بتنور وشكلها جميل وبتنزل واحدة على الخوزة بتاعته وفجأة بيتحول لونه اللون أحمر وبيكون هيبدأ إنه يهجم عليها وبيتحول لونهم كلهم للون الأحمر وبيهجموا على أندي وبيجرى أندي من المكان اللي هم موجودين فيها وفجأة بتتفتح الأرض تحته وبيخرج وحش منها وبيحاولوا أن يأكل أندي وبيفتكر في لحظة الذكاء الاصطناعي لما قاله أنه بيعاني منه بقل بية وبشغل جهاز النبضات عشان يحاول يشيل الخوف منه وبيحصل صدمة كهربائية كبيرة وبيسيب الوحش لكن بيكون متعصب وبيهجم علي مرة تانية لكن بيستخبى أندي في مكان وبيكون شبه جزع الشجرة وبيكون موجود في المكان نفس الكائنات اللي بتنور وأول لما بتشوف أندي بيتحول لونهم لللون الأحمر وبيهجموا عليها ومش بيسيبوه غير لما يخرج من المكان اللي هم موجودين فيها وبيقوله الذكاء الاصطناعي أن الأكسجين اللي معها يكفيها عشان يوصل لبورياليس لكن ممكن ما يقدرش يوصل لنعومي وبتقوله نعومي أنه يروح للسفينة على طول وما يدورش عليها لكن مش بيستسلم أندي وبيفضل يدور عليها وبيكون حوالي نار كتير ومش بيقدر أنه يتنفسه بيوه على الأرض وبيحاولوا أن يجمع كل قوته علشان يقدر يكمل ماشي وأخيرا بيقدر يلاقي نعومي وبتفتح له الباب وبتدخل المركبة بتاعتها وبيحاولوا أنه يساعدها أنه يتخرج رجليها لكن بتكون قوته كلها خلصت وبيكون مش قادر أنه يخرجها وبيكون معها أدوات الطوارئ بتاعتها وبيستخدمها أندي عشان يخرجها وبيخرجها فعلا وبتحس نعومي بواجع في رجليها لكن بتكون سليمة وبيخرجوا من المركبة لكن بتكون نعومي بتحس بوجع جامد في رجليها وبتتحرك بصعوبة وفجأة بيظهر عناكب وحشية كتير وبتكون في كل مكان وبيحاول أندي ونعومي أنهم يهربوا وبيفضلوا العناكب الوحشية يجروا روهم وبيوصلوا البورياليس وبتكون سليمة وما حصلوهاش أي حاجة وبيفضلوا يجروا عشان يدخلوا السفينة لكن بتقع نعومي وبيساعدها أندي عشان تقدر تمشي وبتقرب منهم العناكب الوحشية وبيسدوا الطريق وهم ماشيين عشان ما تقدرش العناكب الوحشية يمسكوهم وبيكون في عنكبوت وحشي قدروا أن يوصل لهم لكن بتدرب نعومي بمسدى صدوق بتاعها وبتجري العناكب الوحشية على الضوء اللي خرج وبيقدروا أنهم يخرجوا ويكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا للسفينة لكن بيكون في مشكلة في لوحة التحكم بتاعت السفينة وبتقرب الوحوش من السفينة وبيكون في عنكبوت وحشي منهما يدخل السفينة لكن بيتقفل باب السفينة علي وبيقتلوها وبتحاول العناكب الوحشية تدخل السفينة وبتروح نعوم وأند علشان يشوفوا المشكلة اللي في السفينة ويحاولوا انهم يحلوها وبيشوفوا ان كل الأضواء شغالة وبيعرفوا ان المولد كمان شغالوا وما فوش اي مشكلة وبيقرروا انهم يفضلوا في السفينة لحد ما اجلهم مساعدات وبيلاقوا ممر في السفينة دم على الارض وبيشوفوا لوحة التحكم الرئاسية عليها خيوت العنكبوت وبيستخبوا لما بيشوفوا عنكبوت وحشي كبير موجود في السفينة لكن بعدها بيحط في السفينة جسس البشر اللي قتلهم وبيحس اندوه يرجع لكن بيحاول انه يمسك نفسه علشان ما يحسش العنكبوت الوحشي بوجودهم وبعدها بيخرج العنكبوت الوحشي وبعدها بيخرجوا من المكان اللي مستخبين فيه وبيشوفوا ان السقف بتاع السفينة مفتوءة وبيقلهم عنكبوت وحشي اكبر من اللي كان موجود وبيهرب اندوه نعومي وبيحاول انهم يلاقوا مكان ما فوهش وحوش لكن بتتعصب نعومي لما بيتلقى دخالهم في قدة معادلة الضغط وبيكون العنكبوت الوحشي بيحاول انه يكسر الباب عشان يدخل لهم وبيحاول أندي ان يخوف العنكبوت الوحشي لكن بيكون مفيش فايدة وبيفضلوا قاعدين في القوضة وبيشتغل أندي في فيديو لعلته وبيقول لي نعوم انهم ماتوا في حدسة عربية وبيقول لها انه هو السبب لانه هو اللي كان سيئ العربية وبتقول لي نعوم انك شخص كويس وانك انت اللي انقصتني وبتشكرة على كل اللي عملوا معاها وبيحضنوا بعض وبيكونوا مفقرين ان دي نهايتهم لكن بتكتشف نعوم كرة مليانة بالكائنات اللي بتنور على ظهر أندي وفي الوقت ده بيدخل لهم العنكبوت الوحشي وبيرمع لهم الكورة وبتبدأ الكائنات انها تجمع على العنكبوت الوحشي وبتخليه يرجع لورا وبيدوس أندي ونعوم على الزرار في لوحة التحكم علشان يفتحوا الباب اللي موجود وبيقدروا انهم يخرجوا من هناك وبيروحوا القوضة اللي موجودة فيها الشحن لكن مش بيقدروا انهم يكملوا ماشي بسبب انهم في مكان مرتفع عن أرض السفينة وبيكون العنكبوت الوحشي قدروا انه يتخلص من الكائنات اللي بتنور وبيجري وراء أندي ونعومي ومش بيقدروا انهم يقفلوا الباب علي وبينطوا من المكان المرتفع عشان ما يوصلهمش العنكبوت الوحشي لكن بينط معهم العنكبوت الوحشي وبيفضل يجروا عراهم وبيحدف اندي بخاخة الرز Hero في العنكبوت الوحشي وبتتفجر في وش العنكبوت وبيقدر انهم يجروا وهربوا من العنكبوت الوحشي وبيجرى العنكبوت على السقف وعشان يوصلهم بسرعة وبينزولهم على الارض مرة تانية وبيقع عندي أناعومي وبتقوم pleadني بسرعة وبتخلى العنكبوت الوحشي يجرى وراها وبتقول لاندي إليم اي خطى يقتل بها العنكبوت الوحشي ويعرف عندي ان لسه في مراكب شغالة وبيطلب من الزكاة الإصطناعية ان يدور عليهم وبتكون موجودة فوق وبيطلع أندي فوق بيلاقيها فعلا وبيكون العنكابوت الوحشي لسه بيجري ورى نعومي وبيفل أندي النور كله علشان تقدر نعوم إنها طارب من العنكابوت الوحشي وبتكون نعومي قدرت إنها طارب من العنكابوت الوحشي وبتدخل جوا سندوق علشان ما يقدرش انه لقيها وبتلاقى جوا السندوق مسدسات الإشارة وبيحاول أندي إنه يخرج الكابسولة لكن بيقوله الذكاء الاصطناعي انه ما ينفعش يخرجها علشان وقف الطاقة في السفينة كلها فبيضطر انه يعمل كده بنفسه وبيدخل القوضة ويربط الزكاء الاصطناعي بيها وبتخرج نعوم من السندوق وبتكون معلقة الأضواء عليها وبتخلي العنكبوت الوحش يجري وراها مرة تانية وبيبص عند اللعبة ابنه وبيودع الزكاء الاصطناعي بتاعه وبيستنى الوقت المناسب عشان يخرج بالمركبة من القوضة وفي الوقت ده بيفتكر الحدثة بتاعت مراته وابنه وأول ما بيشوف العنكبوت الوحش بيشغل المركبة وبيغبط العنكبوت الوحش وبيقتله وبعدها بتجري نعوم على أندي وهي بتعيط وبتفتكر انه مات وبعد شوية من الوقت بيفوق أندي وبيكون كويس وبيقوموا وبيبصوا على شروق الشمس من شباك السفينة وبيكونوا مبسوطين بسبب انهم قدروا يتخلصوا من العنكبوت الوحشي وبكده يكون في المنا خلص سلام